وبما أننا بنتكلم على مودست وإحنا بنتكلم أنا رح أمجهز له مفاجأة أنا وزملائي في فريق الإعداد النهاردة رسالة خاصة من جين لويس جارسيا أول مدرب يظهر موهبة مودست في أنجي الفرنسي وليسجل تحت قيادته 20 هدف في 37 مباراة هذا المدرب كان له فضل كبير جدا جدا على أنتوني مودست دعونا نتلع نشوف هذه الرسالة وماذا قال ونرجع مرة أخرى موسيقى Salut Anto, j'espère que tu vas bien écoute, félicitations pour ce nouveau projet dans sûrement le plus grand club égyptien tu aurais fait une sacrée carrière carrière que j'ai suivie bien sûr attentivement donc juste un petit mot pour te souhaiter le meilleur pour ton nouveau projet et notamment pour tes débuts Allez, salut, ciao Anto زي ما قلت لحضراتكم هذا المدير الفني كان له دور كبير جدا إن الرسالة بتوضح إيه؟ بتوضح حد إن المدربين دول بيبقى في أوروبا يعني بيبقوا شايفين إن دمام مودست للنادي الأهلي كمشروع جديد وخطوة جديدة وانطلاقة كبيرة مع نادي كبير هي دي قيمة النادي الأهلي على مستوى العالم زي ما حضراتكم شايفين مش أنا اللي بقول بالمناسبة الناس دي لو مش عايزة تقول هذا الكلام مش هتقوله الرجل الفرنسي اللي حضراتكم شفتوه ده لو مش عايز يقول جارسيا لو مش عايز يقول هذا الكلام ما كانش هيقوله إحنا محدش راح قال له والنبي يقول إحنا طبعا ما بنعملش كده ولكن يعني دايما دايما الحمد لله والشكر لله إحنا عندنا مجموعة عمل عندها تواصل كبير جدا سواء في كل ما يخص النادي الأهلي سواء جوه مصر أو برا مصر فمجموعة العمل زملائنا المختصين بهذه الأمور راحوا يتحركوا من أول مبارح تحديدا بالليل لما عرفنا أن الصفقة في طريقها النهاية التم وكل حاجة واتكلمنا على أنه نجيب حد يتكلم على هذا الرجل يقول اللي يقوله يقول سنه كبير يقول سنه صغير يقول لا الكلام اللي حضراتكم تسمعوا ده ما العمر إلا مجرد رقم لأي نادي آخر ولكن النادي الأهلي يقولك إيه هو جاي يجيب التايها يعني لكن الأندية تانية يقولك ما العمر إلا مجرد رقم 38 و39 سنة وصفقة ما طلعش برا العالم العربي ما طلعش برا مصر يعني ويقولك صفقة القرن وصفقة البتاع وصفقة الكلام ده الحلو ده وهو 38 و39 سنة لكن لما تيجي تتكلم عن 35 سنة واحد وبيلعب في أوروبا بقاله 20 سنة وواحد من هدفين الدولي الألماني وبينافس على الدولي الألماني الاخر وقت يقولك أصله هو جاي يجيب التايها للنادي الأهلي هذا هو حلقة مبارع في الإعلام الرياضي أنا بشكركم طبعا على الكلام اللي حضراتكم بعتم ولكن برضو مرة تانية الإعلام الرياضي دايما لازم يبقى ليه دور وزي ما قلت لحضراتكم إحنا لما حنطلع نتكلم حنطلع نتكلم بأخلاق وإسلوب وطريقة النادي الأهلي عمرنا ما حنتكلم بكلام آخر شكرا للمشاهدة